والتعليم هي دور كذلك حول الثقافة الأمم تستمر تتواصل تتطور بالثقافة وبالتعليم هو المشروع مشروع واحد تقريباً وهو بناء الإنسان نبنيوه في دور الثقافة نبنيوه بالمؤسسات المنتجة للمحتوى الثقافي نبنيوه في المدرسة كذلك وأيضاً في الأسرة يعني هي عملية مشتركة تدخل فيها العديد من الأطراف وربما من هنا جي الحاجة الأكيدة إلى المشروع الوطني اللي تحط في وقت ملوقات في بداية دولة الاستقلال اللي هو يكون بمثابة الخيط النظم لكل هذه المؤسسات اللي نظمها واللي قاعدين والحمد لله رأوا فيه اليوم يعيد التشكل من جديد بعد فترة يعني عبور صحراء النجم نقوله اللي المشروع هذا يعني طرأ عليه بعض الخلل خلل دام المدة لابس بها وحان الوقت اليوم للمراجعة المراجعة وإصلاح ما يصلح وإعادة بناء ما ينبغي إعادة بناء نبنيوه على الصح ونتركوه الخلل اللي فسد العملية بتأكيد بالثقافة إذن تصاغل الشخصيات وهذه الشخصيات هي التي تعلي من شأن المجتمعات والدول وفي السنوات الأخيرة سي سليم شفنا أن هناك تراجع لمستوى الثقافة النشاط الثقافي النوادي الثقافية في المؤسسات التعليمية قبل كان فما نوادي مسرح موسيقى فنون بصفة عامة تتربي التلميذ تعلمه تثقفه تخليه يصبح مواطن يفهم الدنيا وما حوله صحيح العملية كانت بشكل تدريجي وربما لهذا السبب ما تمش التفطن لها في الوقت المناسب ولكن تدريجيا المدرسة فقدت وخرجت من عديد المربعات وتقريبا تحسرت في مربع واحد وهو الجانب التلقيني إذن فجانب البناء بناء الإنسان اللي هو قائم بالأساس على الثقافة تفقد وهذا ما نجموش نفصلوها على مناخ عام مزاج عام اللي هو ربما تغيين الثقافة السهولة وثقافة الجمهوري حبهاكا وأيضا يجبنا أن نعترف بهذا ضعف المؤسسات الثقافية في تونس وتراجع لأهمية العنصر الثقافي ربما في السياسات الوطنية وهذا الحقيقة على امتداد يعني ربما عقدين أو ثلاثة التالي كان خطأ جسيم صحيح ما عدناش نلقاه المشاريع الثقافية اللي كنا نلقاوها صحيح مع أعلام كبار أقبل يعني في اللي بناء المؤسسة الثقافية وبناء المشروع الثقافي والتربوي التونسي أي ونكون ونحن وضحين مع أنفسنا أن الأعلام بصفة عامة أعلامنا إذاعات وتلفزات ومعنى التواصل الاجتماعي يعني ما كانش عندها دور فاعل بالعكس يعني شيء اللي قاعد يتقدم فيه تلفزات وإذاعات موسي لتربية النشاء صحيح نحكيه على ثقافة البوز وثقافة لودي مارك وثقافة كذا اللي هي اللي حسن الحظ عن أعلام عمومي يعني رغم كل الصعوبات اللي مر بيها ونعرفوها الكل يعني وإحنا عارفين ش قاعدين نعم بالضبط يعني فما تقاليد اللي تواصلت أحيانا بصعوبة ربما ولكن تواصلت ولحسن الحظ خطر دي ما إحنا كما نقوله في عامة الجفاف وعامة الكزة الفلاح يجب أن يحافظ على البذور متاعه وباش النجم يعود يزرحهم في العام الجاي إحنا إن شاء الله حافظنا على البذور الثقافة التونسية الأصيلة والمتجذرة والمتفتحة كذلك إن شاء الله يعني كيف تلقى المجال والإطار المناسب تعيد النمو علما وأن بذورنا قاعدة تنمو وتنتج في دول أخرى في الخليج وفي أوروبا وفي كنادا وفي غيرها إن شاء الله نهار منهارات أيضا يعود هذا الزخم اللي كان عنا في فترة من الفترات على المستوى التربوي وعلى المستوى الثقافي أيضا هو تدعيما لكلامك تونس تعتبر وجهة جامعية متميزة على المستوى الإقليمي لفضل جامعاتها المعترف بها يعني إشاهدات الجامعية معترف بها دوليا ولكن في نفس الوقت سليم قاسم هناك يعني عدد كبير من التلاميذ الذين ينقطعون عن الدراسة يغادرون مقاعد الدراسة في مرحلة مبكرة وحوالي نصف من المقاتعين لا ينخرطون في أي منظومة من منظومات التكوين المهني صحيح وهذا عنده أسباب وإحنا في الجامعية تونسية لجود التعليم نعتبره أن السبب الرئيسي هو للأسف جابيه إصلاح بين الضفرين 91 اللي هو إلغاء التعليم المهني لأنه مع الإصلاح أو انتلاق من الإصلاح هذا كان خطأ خطأ استراتيجي لأنه شعملنا أحنا في نهاية المطاف قلنا فما ستة سنوات ابتدائي وسبعة سنوات ثانوات ثانوات 13 سنة كاملة التلميذ ما قدامه كان الماراتون هذي 13 سنة يزموا يكملهم باش يوصل البكالوريا باش يلقى أفق اللي يطيح في الثنية ما يتلفت له حد وما عندوش حتى مسار آخر أحنا نعرفه حتى في الرياضة يعني فما يكون يجري الماراتون وفما يكون يعمل مئة متر ويجيب ميداليات ذهبية ويتميز أحنا لا اللي يعمل مئة متر اللي نجم يمشي في شعبة مسلك قصير ويتميز في المهن وفي التكنولوجيا وفي غيرها سكرنا عليه البيبان صحيح وقلنا له لا تجري حتى للباك كما في كرة القدم مش كل اللاعبين لابد أنهم يلعبوا في الفريق الوطني عندهم جمعياتهم وعندهم نواديهم وكل واحد عنده بلاستو في منظومة اقتصادية وفي منظومة تنموية حامل البكالوريا وحتى الدكتوراه عنده مكانه ولكن أيضا المهني والتقني والحرافي والمختص أيضا عنده مكانته وإحنا هاني نشوفه اليوم كيفاش معنا حتى الخلل على مستوى العرض والطلب في سوق الشغل فما شعب يعني واختصاصات معندهاش بلاست في سوق الشغل وفما بالعكس اختصاصات أخرى اللي فيها ندرة كبيرة وأثمانها والتي مشطة جدا علاش خطر ما عادش عنا الحرافيين والصناعية والمهنيين سي سليم قاسم رئيس الجامعية التونسية لجودة التعليم المشهد قدامك انتي يعني كيفاش تراه ضبابي فما أفاق باش تتحسن الأمور فما إمكانيات ممكن تقدم فما سعي حقيقي من وزارة التربية المشهد واخنا خارجين من سنوات يعني وفما برشة في السنوات الأخيرة برشة دوخلاء برشة ناس تحطوا في أماكن ما يستهلوهاش للأسف يعني احنا المنظومة التربوية نعتبروا أنها خارجة من سنوات التيه يعني كانت لسنوات التيه وضياع وضياع نعم وعليش خطر دخلت فيها اعتبارات أخرى اعتبارات سياسية اعتبارات مصلحية اعتبارات فئوية وربما دخلت فيها رشوة مصالح شخصية على أكثر من مستوى بين ظفرين يعني ينجميكون نعم وعلى كل مستويات الحقيقة مش فقط احنا كيف معناها المواطن التونسي كيف يسمع كلمة رشوة يقول لك الانتدابات يعني شفنا خبراء بين مليون ظفر ينظروا كيف ينبغي أن تكون المنظومة التربية وكذا ألوركو هما ما عندهم حتى علاقة بالمنظومة التربوية وآساءوا كثيرا إلى المنظومة التربوية وربعينهم قبضوا برشة فلوس من تونس ومن الخارج في حين أنه ما قدموا حتى شيء للمنظومة التربوية بالعكس ضيعوا لها برشة وقت وضيعوا لها برشة إمكانيات وسكروا الببان على أبناء المنظومة التربوية الحقيقيين الخلص اللي حاملين للمشروع الوطني باش في المقابل أنه يجيبونا هايك المشاريع الجاهزة المقردسة المعلبة اللي دونك يحاولوا باش يساقونها عملية الترميم سهلة العملية الترميم ممكنة جدا المنظومة التربوية ما زالت واقفة على سقيها والمنظومة التربوية عندها ابنتها وولادها الغيورين عليها وأحنا اليوم الحقيقة وأحنا وقت اللي كان يلزم نقولوا الكلام هذا يعني ننقدوا رانا قدنا يعني كيف مش نقولوا توا راهوا فما حاجات بها راهوا مش من باب المجاملة ولا التملق والدليل على ذلك قد لك عدينا سنوات واحنا ننقدوا ينقدوا فينا ما ميسيلش يعني اليوم نشوفه فما أفق وفما رؤية بصدد التشكل أو بصدد الإعلان عن ذاتها رؤية واضحة نتصوره وأنه الرؤية واضحة وهي بصدد الإعلان عن ذاتها بشكل مرحلي وبشكل تدريجي لأنه كل الخطوات التي يتم الإعلان عنها شيئا فشيئا كيف نعود راجعها تنسجم ونشوفها يعني بعدنا على هيك العشوائية والرعوانية اللي كانت في السنوات الفارضة آخر حاجة يعني البلاغ اللي هابتط وزارة تربية نهار عشرين جوليا اللي يحكي على التصور الجديد للمؤسسة التربوية وهو مجرد أنه نرجع للمؤسسة التربوية هو يعني يعني نغيره النظرة واللي من خلالها نتعامل مع سلاح المنظومة التربوية خاطر كل شيء يتم في المؤسسة التربوية إذا كان نحبه نصلحه المنظومة التربوية مش فقط نصلحه البرامج ينجم يكون عنا أحسن البرامج في الدنيا ولكن إذا كان معناش مؤسسة تربوية ممكن نقول مؤسسة تربوية راهو مش فقط بنية تحتية مش أقسية مش بابك وساحات جميلة وأنوان نحكيه على فضاء للعيش نحكيه على مجتمعات ممارسة مهنية اللي هما هيك الحياة في وسط المؤسسة التربوية حياة المدرسية النشاط الثقافي العلاقة بين الأساذة شبكات كما قلنا المواد هذا الكل احنا في أمس الحاجة ليه والحقيقة سعدنا جدا كيف شفنا أنه البلاغ هذك والطريقة أو النظرة الجديدة كما قلنا وهذا مش الأشياء اللي يعني في الجمعية طالما ندينا بها ونتذكر عام 2018 عفوا يعني تقريبا توا ست سنوات عملنا ندوة كبرى في المنظمة العربية التربية وثقافة والعلم الألكسوس منها الإصلاح ويبدأوا من المدرسة وقت اللي الناس كانت ندوات في النزول الفاخرة وكذا وإصلاح البرامج والخبراء اللي جايين من برة واللي يقبضوا ربيعينهم من تونس وكذا احنا قلنا راهوا الإصلاح يبدأوا من المدرسة هذاك هو السياس غادي وين تم عملية التعلم والتعليم غادي وين نلقاو التلميذ ونلقاو المعلم المربي ونلقاو السلطة المحلية وكذا المفروض زادة هي تقوم بدورها وتاخو المجال اليوم خطر في طيلة سنوات المؤسسة التربوية ولا هي المفعول بها يعني المدير مسكين يجيه وسامحوني ونحكي بصراحة يجيه النقابي يعمل له معناها مشهد يجيه الولي نجمية راشش المزودين يحبوا يعني بالحق مساكن المديري المؤسسة التربوي اللي هو ما فيه دوشي في نهاية المطاف يعني الهرم كان مقلوب المفروض الناس الكل في خدمة المؤسسة التربوية خطر كما قلنا هي اللي تتم فيها عملية تعليم إذن يلزم التعاون مع بعض يعني كل طرف يتعاون مع الآخر باش يقع النهوض بالتعليم ويكون جيد وإعطاء المؤسسة إرجاع الدور المحوري للمؤسسة خطر كمعها لو زار بالناحية انتم كجمعية تنسي لجودة التعليم منقبات كذلك بطبع الحال ولكن بشرط أنه كل واحد يلعب دور يعني لا يزمش تدخل في شؤون الآخرين إذا كان كل واحد يقول لك لا أنا هو اللي نعرف كل شي وفهم المثل وأنا عندي مشروعية يعني هذا سليم شوفنا وين وصلنا فما ظهر أنت عناس تتجاوز حدودها كما سواق في طرقاتنا برشا يحلقوا في الضوء صحيح يتجاوزوا حدودهم ويضر نجم يضر روحه ويضر اللي معاه وإحنا اللي صار شنوه معناها تمت الإساءة ونقول هذا بكل صراحة يعني توا اليوم عنا مسافة معينة من الشي اللي صار ونجمه نستخدم بعض الدروس يعني المضرر كانت المؤسسة والمنظومة التربوية وأيضا المؤسسة النقابية اللي صورتها تزعزعت وبالشي اللي صار ببعض المحسوبين عليها يعني معادش هكالصورة الذهنية النقية الناصعة اللي عند المجتمع التونسي عليها خطر فمع بيد باسم النقابة خدمه مصالح شخصية وخدمه مصالح فئوية وحزبية وعقائدية صحيح وأجندات أجنبية وغيرها باسم النقابة والفاتورة دفعتها النقابة ودفعتها المنظومة التربوية للأسف مع تقديرنا ومحبتنا للمنظمة الشغيلة اللي عندها دور كبير في استقلال البلاد أولا في وضع البرنامج الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والتربوي والتربوي كذلك ولكن كانت ديمة الانفراد عمر ما كان أنا حضرت البكالوريا في بيروم بيروات تتحاد الشغل في سوسا لأنه كان من أستثفتي من أستثفتي في الفلسفة وفي العربية كانوا ناشطين نقابي بطبيعة الحال ولليوم معناها كيف نهب طول القواعد راهوا عنا طاقات تربوية ونقابية ونشوفوا التطوع ونشوفوا في البكالوريا مثلا الناس صحيح الناس يحكيوا على الدرس الخصوصية في المدن ولكن نشوفوا العباد المتطوع وتقريب ليش وسواء حضوريا أو عن بعد ويعني هذك عليش قلنا الصورة الذهنية سواء للمنظمة الشغيلة أو للمنظومة التربوية يلزم تسترجع البريق متاحها وإذا كان فما يعني معناها تجاوزات أو أشياء خرجت على نطاق المعقول يلزم نستخلص الدرس باش معادتش ترجع وباش كما قلنا خطر في منظومة جودة كل واحد عنده دوره وفما جانب متاع شفافية وجانب متاع تشاركية ولكن أيضا جانب متاع مسائلة هذا كله جميل جانب متاع مسائلة خرق العادة ولكن على مستوى العمل الآن فما لجان فما أسادة فما إداريين قاعدين يشتغلوا على مناهج دراسية جديدة تطويرها يعني وفما بعض نقد للبرنامج البيداغوجي والمنهجي المعتمد في التدريس نسمع وإحنا خاصة على شبكة التواصل الاجتماعي عن المجال المفتوح من الناس الكل الأهل الاختصاص وغير أهل الاختصاص نسمع أن كل من عاودها حتى ما غير ما يكون على كل حال أحنا الأكيد وهذا موقفنا ورأينا في الجمعية تونسية الجو التعليم برامجنا الدراسية ليست بذلك السوء الذي روجه له الكثيرون ويكفي باش نشوفوا فيديوهات دارت في فترة البكالوريا على أساذ فرنسوين يقارنوا ما بين الامتحانات متع تونس في الرياضيات وفي غيرهم المواد وامتحانات متع فرنس ويتغبنوا على مستوى البكالوريا الفرنسوين يعني لاحظوا تقدم لاحظوا يقول لك شوف التوانسة امتحان متقدمين عن الفرنسيس هذا على كل حال هذا ما معناها لهم توانسة ولا النجم نقولوا هاهم يعني يجاملوا ولا هاهم كذا بعكس هما يقولوا في هدايا من منطلق غيرتهم على منظومتهم يقول لك شوف تونسة كيفاش امتحاناتهم والمستوى متحاناتهم في البكالوريا واحنا بعاد كل البعض على هذا يعني برامجنا ليست بذلك السوء انها في حاجة لتحسين وتطوير هذا اكيد ولكن كما قلنا بكري تنجم تكون عنا افضل البرامج في الدنيا اذا كان معناش المناخ العام الذي يحتوي هذا البرنامج نحكي عن المناخ العام نحكي على التلميذ نحكي على الحياة المدرسية نحكي على المربي وهو اساس من اسس العملية التربوية اذا كان معناش هذي الكل برامجنا معنا ما نعملوا به اذا تحيين وتطوير البرامج بشكل دوري عملية منطقية وعادية وضرورية ولكن ما يزمناش نعتبره ولا نعتقده في لحظة من اللحظات انه كان صالحا البرامج مش صالح منظومة تربوية منظومة تربوية تتصلح كيف نصالح حوكمة هذه المنظومة نعيد القيمة والاعتبار للمؤسسة التربوية ويوليو الناس الكل في خدمتها يعني كل المنظومة التربوية في خدمة المؤسسة التربوية مش كمتاو والعكس المؤسسة التربوية تخدم في الناس الكل وفي الأخر تجري وما تلقى حد شيء سيسليم قاسم وزارة التربية بعد الامتحانات في تقييم نوع من التقييم وقفت على وقع صادم مؤرق على مستوى التحصيل العلمي مثلاً 71% من التلاميذ في مناظرة السادسة ابتدائي لم يحصلوا على المعدل في الرياضيات 45% لم يحصلوا على المعدل في اللغة العربية و43% لم يحصلوا على المعدل في اللغة الفرنسية كيف تفسر هذا فما برشة تفسيرات أول شيء خلنا نقول كلمتين على التقييمات هذه التقييمات هذه وهذا داخل في حكامة المنظومة التربوية وفي الضعف تقييمات هذه كل عام تخرج وكل عام يعني نسمعوها ولكن ما يتبنع لها حتى برنامج متين يعني ما يتبدل شيء ما يتبدل شيء نقفوا عن مستوى الملاحظة لدياغنوستيك قلوا له انت والله عندك الحاجة الفولية تشخيص فقط تشخيص ولكن باش نعالجوا حاجات هكا إجراءات ترقيع تقريباً هذا هو السنين نشوفوا أنه فمت وجه أخر إن شاء الله وإحنا هذك عليه قلنا نرى وفي ملامح صورة جديدة قاعدة تتشكل الأسباب الآن الأسباب عديدة يعني أنت سليم في سليم واثق من هذا إن شاء الله نكون واثقين ولا نواية هذه لا يعني فم مؤشرات المؤشرات بطبيعة الحال في حاجة مؤشرات إيجابية جداً والمؤشرات هذه في حاجة أنه مبعدين تعطينا أن تريجها الراوها مجسدة على أرض الواقع وإذا كانت جسدة وهذا هام جداً أيضاً الجسدة بالكيفية الصحيحة خطر أحنا ديما السؤال اللي نقفو فيه وما نعرفوش كيفش نجابو عليه هو سؤال كيف سؤال ماذا؟ أحنا شنحبو نسكول متفقين نعملوا مؤسسة تربوية تعمل الموارنة وتحضر الطفل وتحضر يعني رجل المستقبل ومرأة المستقبل إلى غير ذلك هذا في ماذا؟ أما كيفاش نعملوا هذية غاديوين ومتى أيضاً ومتى ما هو كيفاش فيه متى ومن بآية كلفة إلى غير ذلك باش نرجعوا للضعف متاع تلامذتنا في الابتدائي اللي يتواصل معه في المبعدين في الإعدادي والثانوي واللي يعطينا الإنقطاع على التعليم ويعطينا كذا يزمنا نرجعوا الإصلاح 91 مرة أخرى نرجعوا وحتى إلى قبيل هذا الإصلاح نرجعوا إلى المقاربة بالكفايات اللي دخلناها وفرضناها في التعليم الابتدائي من غير مناش قاعدين نقولوا المقاربة بالكفاية خائبة ولكن من غير من وفروا لها شروط النجاح من غير من كونوا لها المدرسين التكوين الصحيح من غير ما يكون عنا القاعات ويعني معدل الكثافة في الفصل الملائم للمقاربة بالكفاية خطر عندها شروط وشروط احنا فرضناها بشكل تعسفي ما كوناش المعلمين ومبعدين دخلنا في هيك الحلقة المفرغة متاع الترقيع هو بيده تنتج عنه أخطاء أخرى ثم بعد الفين وحداش تحلت الباب متاع الانتدابات العشوائية هذا يجب أن نقولوه يعني انتدبنا واليوم في مدارسنا أكثر من نصف يعني اللي داخلوا مش يخرجوا ولا لا ما نتصورش هنو مش يخرجوا هنا نشوفوا الضغوطات ونشوفوا كذا ولتسويت الوضعيات هذا بطبيعة الحال يثق الكاهل الوزارة ويحرم الوزارة هذا يجب أن نقولوه يعني من الكفاءات الحقيقية من الكفاءات الحقيقية ما فما حتى بليت في العالم قالت أنا مش ننتدب الأقدم في البطالة كان تونس يعني كيف مش ننتدبو مربي في الدول الأخرى ينتدبوه عنده الدكتوراه وكفاءات والأفضل نحكيه على فنلندا ونحكيه على كذا نشوفهم في فنلندا كيفاش ينتدبو احنا هاو برا أعمل نيابة برا أعمل كذا من غادي تخلصه يتحط اسمه في قواعد البيانات وساعات في أشياء غريبة ساعات على وربما لي أنه قضى كم من سناف السجن هذا هو يعني ووراء هكا المجموعة متاع العفو التشريع وكذا تسربت أضعاف وأضعاف متاع مجموعات أخرية اللي هي فبطبع الحال إذا كان عنا مقاربات غير منسجمة ومعناش إمكانيات لتنفيذ هالمقاربة هذية ومعناش الإطار البشري اللي هو قادر ومتشبع بهالمقاربات هذية زد على ذلك إثقال البرامج بالتلميذ معنى في الابتداء يرب يكون في عونه معنى هيقرأ في مواد ومواد ما أنزل الله بها من سلطان في حين أنه هو مازال طفل عمره ستة ولا سبعة سنين يحب يلعب ويحب يكتشف ويحب يبني علاقة إيجابية مع التعلم والتعليم مع المعرفة نعم مش عبء فهذا الكل شيء يعطينا يعطينا بعدين أنه نتائج ضعيفة وأنه تلميذ ومواطن غدوة ربما مش متملك للمهارات الأساسية معنى بشيقرأ ويكتب ويحسن سليم عن الإطار الكافي للتدريس بالنسبة للموسم القادم يعني على مستوى الإيفكتيف متاع مزار التربية يعني أكيد نتصور ربما فم نقص في بعض الجهات في بعض المدارس في بعض المعاهد ما هو هذا يدخل نعود نرجع وكذلك نقص المدارس في بعض الجهات النائية بعض التلاميذ من حقهم بش يتعلموا بطبيعة يزم المدرسة تكون قريبة منهم صحيح هو فمزوز مقاربة أما كما سمعنا في كثير من الأحيان فوق كل رب ومدرسة وكذا ومبعدين ولت مدرسة ذكية وفي ذكية مش حطوا في قه كل رب ومدرسة مش حطوا قصيم وما عنده السور وكذا هذا سيناريو السيناريو الثاني هو أنه نجمعه يعني مش بضرورة التلميذ ونوفره وسائل نقل وكذا ولكن اللي توصل التلميذ للمركب تربوي متكامل فيه عدد محترم من الأقسام وفيه إدارة حقيقية مع مدير متفرغ مع إمكانيات متاع حياة مدرسية خطر إذا كان مش نحطه في كل يعني نشتته هي كان خيار في وقت ما لو قات كانت عنده إيجابيات وأنه قربنا ومشينا للتلميذ يعني اللي كان ما ينجم مش يتنقل ويتنقل على الدواب ويتنقل على السقن وكذا اليوم وفي ظروف طبيعية وما فماش مسالك حتى الفلاحية وكذا اليوم اللي مش هتتغير بشكل كبير اليوم وسائل النقل ولات موجودة في كل مكان المسالك تحلت في كثير من الأحيان في كل مكان من عرش في أغلب على كل حال معادش هيك الصعوبة متاع سنوات الستين وسنوات السبعين اللي كانت تتبرر في وقت ملوقات أنه نعمله قصيم ونحطه فيه معلم منه معلم منه عساس منه مدير منه كذا معنى إشادة سليم لبعض الفلاحين الكبار أو رجال أعمال اللي يعاونوا يعطيوا أراضي يساهموا في بناء أقسام في مدارس هذا يأكد موجود موجود وموجود بشكل لافت وهذا يأكد تعلق التونسي بمدرسته وبالتعليم كما قلنا من وقت قرطاجر أو فجينات وليت معدش معدش في الثقافة فقط ويكفي أنه التونسي يلقى أفق ويأمن وتوين شوفوا العجب وحتى بعض التونس اللي يعيشوا في الخارج ما يقسروش معناها يعاونوا المدارس الابتدائية اللي تعلموا فيها اللي يقرأوا فيها وعاون فيهم مشكون عاودوا ابنها كريموا فمشكون يهدي مكتبة فمشكون يعاون بالفلوس يعني بالحق الشعب التونسي ما غير من رمي ورود ولا حد شي يعني ما تعلق كثيرا يعني البوه يبيع شقف متاعه إذا كانوا بحار يعني يبيع فلوكته ولا يبيع زيتوناته باش يقري ولده يعني أكثر من هكا يعني مورد رزقه يفضل أنه يقري ولده على أنه على مورد الرزق يقولك هذك هتو رزق بيدربي وتوجيه وتو كذا إذن فمتعلق كبير فطري ولا من التونسي بمدرسته بالمنظومة التربوية التونسي اليوم يستنى في أفق وفي منظومة يأمن بها واضح ومشي يرمي روحه كما أقول سليم قاسم مش نية مدرست الفرصة الثانية مدرست الفرصة الثانية هي ثم مشروع في باب الخضرة موجودين في أربع مناطق في القيروان بدأت في باب الخضرة ومبعدين تحلت في القيروان تقريبا وقابس نعم إن شاء الله في مناطق أخرى إن شاء الله ولكن يجبنا نكونوا واقعيين يعني هي مدرست الفرصة الثانية المفروض نعطيها فرصة لولا التلميذ يعني إذا كان نستنى وها باش يفشل باش نعطيها فرصة ثانية يضيع الفرصة لولا ونضيع عليه الفرصة لولا باش نعطيها فرصة ثانية مع منا شيء ومش نقعدوا ديما يجبنا نوقفوا النزيف النزيف متع مية ولا مية وعشر آلاف تلميذوا في بعض السنوات أكثر مل من القطعين ما تنجمش تحلوا المشكلة هذه تحلها مدرست الفرصة الثانية اللي هي طاقت استيعابها محدودة في مهاية المطاف بلعت مئات كل عام جايين يعني كينوا عنها ألف معناها مية ألف لابد وهي في حد ذاتها حالة أثاق لعدد من التلميذ ولكن كيف نحطوها في المنظومة ككل يعني الأثر متاحها نيجلي جابل يعني تقريب ما عندهش حتى أثر فعلي خاطر نحكيه على مئات الألاف من المنقطعين إذا كان نجمعه بضعة سنوات فقط ونحكيه على بضعة آلاف فقط من العباد اللي تنجم تستوعبهم مدرست الفرصة ثانية عالما وأنه هي أنموذج أحنا نعتبره أنه غير قابل للتعميم يعني إذا كان مش نعملوا مؤسسات اللي يخرج من هنا يدخل الغادي ومبعدين يرجع للمؤسسة التربوية يعني مش ندخلوا في حلقة حلقة مفرغة مفرغة وبش نزيدوا نضيعوا وقت على التلميذ وبش نزيدوا كذا خطر اللي يخرج من مدرست الفرصة ثانية رجعه يقرأ ولكن بالإمكان إنقاذوا ما يمكن إنقاذوا صحيح وكل أحنا شنقوله ديما نقوله ننقذوش التلميذ ولا التلميذ باقي اربحناها ولكن نخموزها بشكل منظومي أنه في عوض نعملوا وتقعد مدرست الفرصة ثانية ما قلناش نحرها ولكن يجى نقصوا من هالنزيف نحدوا من وقفوا هالنزيف هذي بفتح مسالك اللي غدوة تنجم تكون مش فقط ترهوا كيف نقوله الشعاب احنا اليوم معنا مهندسين اكبار هم ولاد التعليم المهني يعني قرأت لثة سنوات في التعليم المهني تميز عمل سبيسيال اللي كانت قبلت تسمى سبيسيال عد القاروه يقرأ في الإيكول ديزانجينيور ويقرأ في كذا يعني فتح وإنجاز بكالوريا بكالوريا المهن وبكالوريا اللي نحكي عليها منذ سنوات واللي موجودة منذ قانون الفين وثمانية يعني النص القانوني الذي يحدث البكالوريا هذه موجود من عام الفين وثمانين النص الخاص بالتعليم المهن ولكن ما تم شعمره ما تم تفعيله وسمعنا في الفين وستاش وغيرها معناها وزراء تحكي تقول لك غدوة مش يتنفذ هذية وصناها ممكن مش نبدأ ولكن ما صار شي لابد أنه نحلوا وفق ومسالك أخرى وجديدة للتلميذ باش ما نخليه حتى واحد يفشل خطر ما فماش تلميذ فاشل إذا كان موش باهي في اللغات باهي في العلوم إذا كان موش باهي في العلوم باهي في الحرف وحنا نحكي واحد تقريبا وشوية رياضيات وشوية لغة واللي عنده هذو ما ينجح واللي ما عنده كينه ما عنده شي سيساليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم الأنصر الأخير نطرحه تعصير المؤسسات التربوية يتطلب مليارات يتطلب برشة فلوس فما دعم حقيقي من الاتحاد الأوروبي من بنوك مثلا هو المشروع هو مشروع رأت أيها نقوله بالحق وكيف نشوف المؤسسات اللي قاعدة تبنى في هذا الإطار في إطار المشروع يعني قاعدة تبنى 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 وقاعدة تتبنى وقاعدة تتسلم يعني عندها تبنى بضعة سنوات وفرونتري هذه معها المدارس باش تستقبل تلميذ لأول مرة لأول مرة جديدة ومن أعلى طير أزل الحقيقة يعني ما تخصها شي على المدارس اللي نكين مشيون نشوفوها في أوروبا أو في الخليج أو في غيرها وهذا شي فرح لأن المنظومة التربائية لسنوات ما بنتش وقالت في نزيده قصيمين ونسقفه وبعد عامين السقف يطيح ونتخلنا فيها إذن هذا هام جدا يبقى هذا يطرح مسألة تمويل التعليم بشكل عام يعني بنية تحتية خطر بنية تحتية أكثر حاجة تستهلك بتبع الحال التمويلات إذا كان ما نحكيه وش على الأجور لابد وإحنا في الجمعية تنسية الجهة والتعليم في أكثر مناسبة دعينا إلى مؤتمر وطني لتمويل لتوفير تمويل كافي ومستدام ونأكدوا على كلمة مستدام للتعليم والمنظومة التربوية علاش بش نبعد وما نقعدوش ديما تحت رحمة القروض علما بأنها قروض سيادية يعني ما يدخلوش فينا احنا أنا تسلفت من عندك بش نبني بيتي بش نبني داري ما تنجيشت أنت تفرض عليها وهذا اللي قعد سير يعني القروض لا هنا ما فيهاش أملاءات وحتى المساعدات نعرف مليح أنه هي الدخلة في مرابح القروض يعني مش مساعدات ولكن الأوروبيين ولكن الغرب سيسليم ديما يضع شروط بش يبقى ديما مهيما هاو شفنا كيف ثقافيا وفكريا هذا صحيح وهاو الهيما مني نجي هذا الفولي الثاني أما خلانا في المولاني أنه الغرب يضع شروط بش يعطيك قروض هاو التجربة وشفنا منذ توا عامين عايشين على وقع كذا ولفهمي وكذا وينفهم شروط وكذا احنا شفنا أنه الدولة التونسية والحمد لله قالت لا صحيح وانا عندي مواقف السياسة لا هو نقولها بصراحة السيد الرئيس وقف ضد هذا صحيح وإحنا سعادة بذلك كل السعادة خطر في وقت ملوقات حاصلنا لبلادنا ولات مستبح نجي وتقول للجانب الثاني متاع التمويل وهو الخطير اللي هو مش القروض ولا حتى المساعدات بين الدول اللي هي هيك الفلوس الكبيرة اللي قاعدة تدخل لبعض الجمعيات ولبعض الهياكل اللي هي والسفحة عبر بعض في بعض الأحيان عبر يعني هيكل أممية وغيرها ولكن في نهاية المطاف قاعدة مول في أجندات وفي مشاريع عبر معناها خبراء كلها معناها ما شاء الله الخبراء يعني لتمرير تصورات ولتمرير أولويات وشفنا شار في معرض الكتاب الفوفعة اللي صارت على الكتاب وشفنا كذا يعني الحذر الكرة الحذر وهذاك عليش ديما معناها نعتبر وأنه مسألة تحصين المشروع الجديد لإعادة بناء أو لإصلاح المنظومة التربوية لا يقل أهمية عن بناء وتصور هذا المشروع خطر الاحتمالات ديما موجودة والاختار ديما موجود ولابد من اليقظة كل اليقظة كل ذلك من أجل نحط تلميذ ناجح وصنع مواطن صالح مفيد لهذا الوطن يفيد روحه ويفيد بلاده ويفيد البشرية شكرا سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم نتفائل خيرا بطبيعة الحال وفقكم الله ويومك سعيد زهرك سعيد ومبرك عيشك ترجمة نانسي قنقر